هدأت العصفة فعادوا يرممون خيامهم في ساحة رياض الصلح ويتهيؤون لفترة انتظار قد تطول فهل العسكريين المخطوفين ما زالوا ينتظرون جهودا لم تثمر بعد وبعضهم يعتقد أنها لم تبذل بعد من قبل الحكومة بعد يومين عندنا تصعيد ولكن ما لحن نقوله ما لحن نقوله اليوم خليها تفاجأ في الدولة وإذا ما بدت صعيد الدولة حقيقة ونظلم تنزمين معها من غير شهر يجي قلبها تحركنا الملاب ما لشي أحد وزراءنا مبارح بفرنسا كان أبدي يسميه بس كلنا شفته كان عم ينضاما مع يهودي كلنا شفناه الأولى أنه نيجي ننضاما مع بلدنا مع أبناء بلدنا مع أسكريين بلدنا اللي هني عم يحموا شرف هذا البلد ما نشايفة أبدا أنه الملاب عم يشغل عليه وما نشايفة أبدا جدية بالعمل منه من قبل الدولة اللبنانية أو من قبل الخطفين وفد من أهالي العسكريين المخطوفين زار الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن فطالبوا بعد اللقاء الحكومة اللبنانية الإسراع ببتي ملف أبنائهم معتبرين أن المراوغة في هذا الخصوص بلغت حدها الأقصى فيما يطقى معظم الأهالي تحت رحمة جبهة النصرة ينتظرون لحظة لقاء مع أبنائهم كما حصل منذ أسبوعين مع حمزة حمص والد العسكر المخطوف والحمص هؤلاء العاب هدوهن إياه بأي مدخط أنت بطل وأنت رجال وهذا الشباب رجال أنت قبضاي وأنت قاعد مع رجال ما تخاف أنت ما زال قاعد مع رجال ما بينخاف عليك بس بدلت التنظر الموظفين بالدولة يتبعوا هالملف إذا ما نحل بس يشوفوا شو مصيرهم بالنهية نحن خدمنا 9-2 بالدولة في ناس خدمة 18 سنين ما منستاهل ما منستاهل وحيكا نعيد إلى أسرة بسجن رومي لنطلع نرجع نعلي عيالنا ترجمة نانسي قنقر